تشكل ظاهرة تعاطي المخدرات هاجساً كبيراً وخطراً محدقاً بالشباب وتعتبر الفتاة تسلم التي راحت ضحية الإدمان موذجاً مؤلماً بعد جرها من قبل عصابة مخدرات إلى دخول عالم الإدمان ومن ثم الاعتداء عليها واغتصابها بحسب التصريحات التي أدلت بها والدة الفتاة لقناة الوطنية أثناء لجوئها إلى مبنى القناة من أجل إيصال رسالة تظلمها إلى الجهات الوصية التقرير التالي يجمل لنا القصة الإخبارية وملامسات المأساة خلف الأقبية ووراء الأسوار تختبئ عصابات الجريمة وبين جدران الحواري وشوارعها الضيقة تعيش الظاهرة وتتنامى خطورتها سموم بيضاء يتدافع إلى إدمانها شباب تحركهم غريزة البحث عن السعادة دون وضع حساب للعواقب مطيتهم لذلك عصابات تهمس في أذانهم بأن في كل قرص أو حقنة أو سجارة من هذه المواد ما يعدل المزاج ويزيل الهموم فينغمس الشباب دون وعي منه في ملذات ظاهرها السعادة وباطنها العذاب تسلم ضحية من بين مئات الضحايا الذين غرر بهم وأقحمتهم ظروفهم القاسية على ولوج عالم المخدرات بعد أن حجبت عنها أبخرة الدخان المتعالي من أفواه المدمنين عواقب الطريق الذي تحركت فيه بحسن نية أو بسوئها يوم احتضنت عائلتها في منزلها شبابا لم تتريذ في التحقق من طبيعتهم ولا من نياتهم السيئة وحجتها في ذلك إكراميات الضيافة وواجبها الذي يمليه المجتمع لكن الطريقة إلى الجحيم كما يقولون محفوف بالنوايا الحسنة لتكون النهاية مأساوية على الضحية وأهلها حين رمت بها صروف النواة بين مخالب الإدمان والاغتصاب منت دور تسمعها المرأة وتسمعها الطفيلة يسمعها الراجل يسمعها الليبوه اللي بلابوه يسمعها رئيس الجمهوريه يسمعها الوزير ووزير العدر والمدعي العام ويسمعها مولي الوكيل الجمهوريه اللي جيته ويسمعها بيرقاد ويسمعها اللي فيه نقطة من الإيمان يسمعها طالبة بحقي اليوم وطالبة الصبح من هذو الناس اللي اعتدوا على منت وشربوه الدرق واعتدوا على الشرف وشرف الشرف عائد القبيلة اللي أنا منها دموع الأم التي طعنتها خناجر الغدر وعز عليها المعين كانت عنوانا حقيقيا لقصة الفتاة تسلم وحكايتها مع الشرف الذي خسرته في إغماءة سكر ولحظة غيبوبة جيت الوكيل الجمهوريه شرسل معي تاقشرة عتاقتي هاي تاقشرة جندة ولا عدله فيه اللازم وهاي شرط طب وقال منت شرف ما اعتدى عليها هي شرف اعتدى عليها قالت هي بالخلط خيوط الرواية وإن بدت متشابكة إلا أن المشترك الوحيد فيها وذلك البعد الإنساني الذي تترجمه رفرفة أوراق تحركها يد والدة مكلومة وطأطاءة رأس كان إلى وقت قريب مرفوعا بين الأهل والخلان قبل أن ينوأ بحمل فضيحة اجتماعية من العيار الثقيل شكاية الضحية واحتماء الأسرة بالمساطر القانونية لم تطفئ نيران الحرقة التي اكتوا بها قلب الأم ولم تخمد جذوة البحث عن الإنصاف لينتهي بها المطاف تحت أضواء الصحافة وفي شرفات الاستقبال بقناة الوطنية علّى رسالتها تصل إلى مجتمع تعتبر صمته مشاركة في الجريمة والإسان حالها يقول لا تنزعج يا أيها المجتمع من شعوري لا تنزعج إذا كسرت القمقم المسدود من عصوري إذا نزعت خاتم الرصاصي عن ضميري إذا تمردت على موتي على قبري على جذوري لقناة الوطنية لحسن محمد المين